اعتبارا من اليوم الخميس أما إذا بدنا نحكي عن أسعار الذهب وأيضا الأسواق وسوق الأسهم تحديدا فأيضا تأثرت بسبب هذا القرار تراجعت الآن أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها في اليوم بعد مقام الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة 75 نقطة مثل ما ذكرنا في واحدة من أكثر زيادات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1994 وزادت العقود الأمريكية الأجلة للذهب 0.3% إلى 1819 دولار أما عن أسعار الفضة فارتفعت بنسبة 1.8% إلى 21.46 دولار للأنصة بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 932.60 دولار وارتفع البلاتين أيضا إلى 1.8% إلى 1847.84 دولار للأنصة أما إذا بنا نحكي عن الأسهم فقفزت أسهم بوينغ وغيرها من الأسهم الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقة بالنمو الاقتصادي على أمل ارتفاع أسعار الفائدة دون دفع الاقتصاد إلى الركود حيث قفزت أسهم بوينغ بنحو 9.5% كما حققت أيضا أسهم قطاع البنوك بمكاسب أيضا انتعشت أسهم التكنولوجيا خلال جلسة الأربعاء يوم أمس حيث ارتفعت أسهم كل من أمازون تسلا بأكثر من 5% يوم أمس الأربعاء كما ارتفعت أيضا نتفليكس بنحو 7.5% وأكيد نحن رح نواكبكم أول بأول بآخر المستجدات المتعلقة بهذا القرار ومدى تأثيره على الاقتصاد الأسهم وأيضا سوق العملات الرقمية لذلك خليكم معنا بعض الفاصل مقابلتنا مع مادلينا الرئيس التنفيذي لشركة كابكس في الإمارات في الحديث أكثر عن هذا الموضوع خليكم معنا ولا تروحوا لبيت